السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معلمة زكرة مضامة مدارس الهدي المحمدي برنامج التعلم عن برحة كيف حالكم أعزائي الطلبة اليوم ان شاء الله يا التاسع سنتحدث عن الدرس الأخير في الوحدة الثانية وهو درس الدول والاقتلانات فنتعرف على أهداف درسنا لهذا اليوم اللي هو التعرف على الصيغة العامة لدالة الجمع ودالة المعدل أو المتوسط دالة العد ودالة أكبر قيمة ودالة أصغر قيمة خلينا نشوفها بالتطبيق العملي طمع في عنا مثال تم تطبيقه في الدروس السابقة اللي يحتوي عندي على خمس حقول وست سجلات يتكون من رقم السلعة اسم السلعة كمية السلعة السعر الفردي والسعر الإجمالي طبعا السعر الإجمالي اللي هي عبارة عن عملية حسابية لو نجي نقر عليها راح تلاحظ ان احنا كتبنا في الدرس السابق اللي هي إشارة يساوي بعدين حددنا زائد قامت اللي هي عندي إجراء عملية حسابية وهي عملية الجمع طبعا عندنا نقر على زر إنتر بيقوم بإيجاد النتيجة إذا بدنا نكرر هاي العملية طبعا راح نروح عندي على الخلية الزاوية السفلية لما يصير في عندي المؤشر بشكل زائد مننقر وسحب وإفلات إلى نهاية الخلايا المراد إيجاد الجمع لها لكن في عندي على برمجية الإكسل بتوفيلي مجموعة من الصيغة الحسابية التي تساعد في إجراء عملية حسابية بداية راح نبلش بصيغة الحسابية اللي هي الإيجاد دالة الجمع التلقائي راح نكتب SUM راح نروح عندي على الخلية اللي هي F2 بنجي نكتب يساوي SUM ونفتح قوس هلا بدي أحدد أنا مجموع مثلا بدي أجمع اللي هي الخلية هاي C2 بعدين بنيجي نحط نقطتين إنه راح يبدأ من C2 إلى D2 أو مثل بدي أجمع بس اللي هم الكميات كلها راح أخلي يجمع من C2 إلى C6 لاحظ إني أنا شو عملت سحب وإفلال والإشارة الما بين الخلية الأولى والخلية الأخيرة اللي هي نقطتين رأسيتين تمام؟ طبعا راح أسكر عندي القوس ونضغط على إنتر أعطاني مجموع الكمية كلها لاحظ ممكن أنا أجي أكتب هون مثلا أحط المجموع هون هاي راح أجرع أكررها يساوي سم بداية لازم نكتب اللي هو يساوي بعدين بنفتح قوس بنحدد الخلايا اللي أنا أجمعها وبسكر القوس وبنقر عندي على إنتر إذن أجرع عملية حسابي وهي المجموع وهي سم طيب بنا نشوف الصيغة العامة لدالة المعدل بدي معدل مثلا هاي الكميات كلياتها راح أروح عندي هون على خانة المعدل راح أكتب يساوي بعدين بكتب بس أول حرف ممكن إنه إحنا نختار مثلا average راح ندور طبعا هاي هاي average تمام بنقر عندي عليها بعدين هو الحالة راح يفتح لي قوس مثلا بدي معدل الكميات فباجي بنقر عليها سحب وإفلات من C2 إلى C6 بسكر القوس وبنقر عندي على إنتر أعطاني معدل اللي هي الكميات هاي تمام إذا هاي سرنا كاتبين الصم والأفرج الصم لإيجاد المجموع والأفرج لإيجاد المعدل تمام طيب نيجي عندي على الصيغة العامة لإيجاد دالة العد دالة العد معناها count طبعا هاي الدالة شو بستخدمها؟ بستخدمها دالة العد حتى تقوم بعد فقط الأرقام الموجودة في الخلايا فلاحظ إن أنا راح أكتب يساوي راح أكتب count طبعا ممكن إحنا نكتب هاي كلمة كاملة ممكن بس أول حرف ونختارها اختيار لاحظ إني أنا مثلا لو جيت حددت مثلا بدي هاي الخلايا بدي أعمل دالة العد لها هاي راح أسكر القوس لاحظ إنه شو راح يدخل لي راح يدخل لي رقم خمسة بمعنى إنه هاي الخلايا تحت وعندي على خمس خلايا تحت وعلى أرقام هاي 1 2 3 4 5 طبعا لو أجي أكرر هالعملية ولكن إني أنا راح أختار مش بس عمود واحد راح أختار مجموعة لأعملية لاحظ إنه هذا الحال هو خمسة وهون هي كمان خمسة وهي كمان هون خمسة راح يطلع معي خمسة فلاحظ إنه أنا هيني راح أختار راح أختار هادي كلياتها ورح أسكر القوس ننقر هون إذن أظهر لي رقم خمسة إذن كاونت شو بتعمل بتعد فقط الخلايا التي تحتوي على أرقام تمام طيب خلينا نجرب لو جيدنا كتبنا يساوي وهي نكتب كاونت ولكن لاحظ إنه أنا بدي أخذ هاي الخلية اللي فيها أحرف وهاي الخلية اللي فيها أرقام هاي سكر القوس شوف شو راح يظهر لنا إذن أظهر فقط خمسة ليش؟ معنى أنا اخترتهم هدول كلهم يا تاسع لاحظ عمود بي وعمود سي أنا اخترت مع بعض لكن أعطاني خمسة إذن بس بيحدد الخلايا التي تحتوي على الأرقام اللي فيها حروف ما بيعدل ليها علفتنا شو وظيفة الكاونت إذن تقوم فقط بإحصاء عدد الخلايا التي تحتوي على الأرقام فقط حروف ما تعتبر لي طيب أخر شي عندي الدالة اللي هي الصيغة العامة لدالة أكبر قيمة وأصغر قيمة ممكن مثلا هون بنا نشوف من ناحية السعر الإجمالي بدأ أشوف أكبر قيمة فيها فباجب أكتب يساوي طبعا أكبر قيمة معناها ماكس هاي الماكس طيب أنقر عليها بدي الماكس لهاي الخلايا صحب الإفلاق سكر القوس عندي رح أنقر انتر أعطاني إذن أكبر قيمة اللي هي ثلاثمية وخمسة وعشرين طيب لو بدي أقل قيمة أقل قيمة اللي هي إيش اللي هي مينموم باجي هون هاي بكتب يساوي أحط من لحاله طبعا هاي رح يختار ليهاها بدي مثلا المينموم لهاي الأرقام لاحظ طبعا شو المينموم رح يطلع معي 82 رح أتأكد هاي رح أتسكر القوس أنقر انتر إذن أعطاني 82 الاقترانات جدا سهلة لعملية الجمع رح نختار sum عملية المعدن نختار average عملية العد للخلايا التي تحتها وعلى الأرقام فقط كاونت أكبر قيمة ماكس أقل قيمة مينموم طبعا ممكن تحكي لي طبعا هو مبين مثلا هنا المينموم 15 والماكس 75 لكن لما يكون عندي خلايا جدا كتيرة عدد الخلايا هائل ما ممكن أنا أجي أحصي أكبر قيمة أقل قيمة أو عدد الخلايا التي تحتوي على الأرقام فهاي الاقترانات بتساعدني على اللي هي إيجاد الناتج بكل سهولة وسرعة تمام لكن أهم أهم نقطة أني أنا أجي أكتب يوساوي لا مثلا بدأ أجي أكتب الصم تمام بفتح قوس بحدد الخلايا كلياتها طبعا بين البداية وخليت النهاية نقطتين رأسيتين بسكر القوس وبنقر انتر تظهر معي النتيجة الصحية تمام طيب نشوف ايش في عنا واجب طبعا الواجب لهذا الأسبوع اللي هو معينا جدول بدنا نكتب الصيغة العامة لذالة أكبر قيمة والصيغة العامة لذالة أكبر قيمة ما بدي تعطيني الرقم بدي تعطيني الجملة زي ما احنا كنا نكتب يوساوي ماكس بفتح قوس من الى بسكر القوس تمام وهيك كون انتهى درسنا ونلتقي في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته